تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل بلاد المعظم حفظه الله ورعاه التقرير السنوي لأعمال مجلسي الشورى والنواب لدور الإنعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المعظم هذا اليوم في قصر الصفرية مع علي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب وسعادة السيد جمال محمد فخر النائب الأول لرئيس مجلس الشورى ونواب رئيسي المجلسين الذين رفعوا لجلالته التقرير السنوي كما رفع رئيس مجلس النواب والنائب الأول لرئيس مجلس الشورى باسمهما ونيابة عن كافة أعضاء المجلسين أحر التعازي وصادق المواساة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم باستشهاد عدد من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين إثر العمل العدائي الغادر خلال تأديتهم للواجب الوطني المقدس السامي للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية شقيقة ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصدقين والأبرار ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان ويمنا على المصابين بسرعة الشفاء والعافية مشيدين بالتضحيات الكبيرة لرجال قوة دفاع البحرين الأبطال والتي ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن لتجسد أسماء صور العطاء والفداء والتضحية وتعكس قيم الولاء والانتماء التي يحملها رجال البحرين البررة وهم يذدون عن حياض الوطن ويضحون بأرواحهم في سبيل حماية مقدراته ومكتسباته وإنجازاته الحضارية وخلال الاستقبال أعرب حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعا عن شكره وتقديره على هذه المشاعر الطيبة النبيلة واعتزازه بجهود معالي رئيسي مجلسي الشورى والنواب ومواقفهما الوطنية المخلصة وجميع أعضاء المجلسين مثنيا جلالته على الدور المحوري الفاعل لسلطة التشريعية في دعم مسيرة النهضة الحضارية وتعزيز النهج الديمقراطي والدفاع عن قضايا الوطن ومصالحه العليا والتعبير عن تطلعات المواطنين وترسيخ مكانة مملكة البحرين وسمعتها المربوقة في المحافل البرلمانية العالمية كما أشهد أيده الله بالمستوى المتقدم من التعاون والتنسيق المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لمزيد من المكتسبات والازدهار للبحرين وأهلها الكرم ونوها جلالته بما تضمنه تقريرا مجلسي الشورى والنواب من مبادرات ومقترحات بناءة لتطوير الأداء التشريعي والرقابي متمنيا للسلطة التشريعية المزيدة من الإنجاز والعطاء لخدمة البحرين العزيزة وأشهد جلالته بالإنجازات التي حققها البرلمان بالطريقة النابعة من الهوية البحرينية والتي نعتز بها وأكد جلالة الملك بأننا نولي أهمية كبيرة للتنمية بما فيها من خير للمواطنين الكرام وتهيئة الفرص أمام أبناء وبنات البحرين لخدمة وطنهم وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين كافة وأن مواقف أهل البحرين نابعة من ارتباطهم الوثيق ومحبتهم لوطنهم والمحافظة على مكانته الرفيعة وتماسكهم جميعا يدا واحدا لرقي وطنهم وأن أهل البحرين موضع اعتزازنا دائما وأضاف جلالته أنه بحمد الله البحرين لها علاقات أخوة وتعاون وثيق متبادل مع الأشقاء والأصدقاء والعالم ونحرص دائما على تعزيزه وتنميته لما فيه الخير للجميع وأعرب جلالته عن الاعتزاز بكل الجهود المقدرة التي يبدلها أبناء البحرين رجالا ونساء في مختلف ميادين العمل والبناء في سبيل رفعة الوطن وتقدمه ونماءه هذا وقد أعرب معالي رئيس مجلس النواب وسعادة الناب الأول لرئيس مجلس الشورى عن عظيم الشكر والعرفان والامتنان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم على توجيهات جلالته السديدة ودعمه المستمر لسلطة التشريعية والتي تشكل ركيزة الأساسية لحصد المنجزات والدفع بعجلة التنمية والارتقاء بمسيرة العمل البرلماني وأكد معالي السيد أحمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب عن بالغ الفخر وعظيم الاعتزاز لتشرفه وعضاء هيئة المكتب والأمين العام بتسليم جلالة الملك المعظم التقرير السنوي لأعمال مجلس النواب لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس مشيرا إلى أن التوجيهات الملكية السامية التي تفضل بها جلالته تأتي في قمة أولويات العمل المرلماني والوطني وتشكل حافزا كبيرا لمزيد من العمل والإنجاز لخدمة الوطني والمواطنين وأكد معاليه أن الدعم الملكي السامي للسلطة التشريعية يعد ركيزة الأساسية لكل النجاحات الوطنية والإنجازات الحضارية التي حققتها مملكة البحرين طوال الفصول التشريعية في ظل المسيرة التنموية الشاملة من جانبه أكد سعادة السيد جمال محمد فخرو النابل الأول لرئيس مجلس الشورى أن نهضة المسيرة الديمقراطية والتشريعية في مملكة البحرين وتنامي الحراك التشريعي يشكل انعكاسا للرعاية الملكية والدعم السامي من لدن جلالة الملك المعظم واهتمام جلالته الدام بتعميق الأدوار والمسؤوليات التي تقوم بها السلطة التشريعية وتعزيز الجهود والعطاءات التي يبذلها أعضاؤها من أجل نماء وازدهار مملكة البحرين وترسيخ دولة المؤسسات والقانون وأوضح سعادته أن السلطة التشريعية تستمد من رؤى وتطلعات وتوجيهات جلالة الملك المعظم القوة والعزيمة والإرادة للمضيف مواصلة تطوير منظومة التشريعات والقوانين الوطنية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر